اشتركوا في القناة معز دوريد ممثل هيئة الامم المتحدة للمرأة القائم باعمال المدير الاقليمي للهيئة وعدد من اعضاء لجنة الجائزة العالمية ورحبت قرينة العاهل المفدة بالفائزين بالجائزة العالمية لتمكين المرأة مجددة سموها تهنئتها على هذا الفوز ومؤكدة حرص المجلس الاعلى للمرأة على مواصلة التواصل معهم بغرض متابعة الاثر الايجابي للفوز على اعمالهم وعربت صاحبة السمو الملكي عن شكر سموها لهيئة الامم المتحدة للمرأة التي ستواصل العمل مع المجلس الاعلى للمرأة على تنفيذ النسخة الثانية من جائزة الاميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة مؤكدة سموها في هذا الاطار حرص المجلس الاعلى للمرأة على مواصلة تبادل الخبرات مع الامم المتحدة في مختلف قضايا المرأة ومجالات النهوض بالمرأة واكدت سموها همية تنفيذ حملة اعلامية قوية للترويج للنسخة الثانية من هذه الجائزة على المستوى الدولي والاستفادة من نتائج النسخة الاولى من الجائزة في هذا الموضوع معربة عن امل سموها في ان يتمكن مكتب الامم المتحدة للمرأة المنشأ حديثا في مملكة البحرين من مساعدة مكاتب الامم المتحدة الاقليمية للمرأة في ادارة وتعزيز اثر هذه الجائزة العالمية وقالت سموها ان النسخة الاولى من جائزة سموها لتقدم المرأة البحرينية تطلبت بذل جهود كبيرة من قبل المجلس الاعلى للمرأة وهيئة الامم المتحدة للمرأة واستغرغت ثلاث سنوات من العمل الدقيق والمنظم حتى وصلت الى نتائجها المرجوة واضافت سموها ان الطريق بات الان ممهدا لاطلاق النسخة الثانية من الجائزة والاستفادة من الخبرات المتراكمة ومخرجات العمل السابقة كما وعربت سموها عن تقدير المجلس الاعلى للمرأة العلاقات القوية مع هيئة الامم المتحدة للمرأة مشيرة سموها الى تطلع المجلس الى مزيد من التعاون في ضوء الاتفاقية الموقعة التي تركز على البرامج ذات التأثير الكبير في مجال النهوض بالمرأة وقالت سموها نأمل من خلال هذا التعاون ان نتمكن من مواصلة العمل المشترك لتسليط الضوء على تجارب البحرين على مدى السنوات العشرين الماضية في مجال النهوض بالمرأة بعد ذلك استمعت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدة الى شرح موجز عن مبادرات واعمال الفائزين بالجائزة متمنية سموها لهم دوام التوفيق في اعمالهم حيث تقدم الفائزون بالجائزة بخالص الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة على مبادرة سموها في تكريمهم وتقدير برامجهم الداعمة للمرأة مؤكدين ان هذا التكريم اضفى بعدا عالميا على اعمالهم منوهين بالتوجيهات السديدة لقارينة العاهل المفدة والتي تمثل نتاج الخبرات الوطنية البحرينية في مجال دعم تقدم ونهوض المرأة ترجمة نانسي قنقر